تزامنا فتحه مع بري رفح مع إفراج حماس عن الراهنتين الأمريكيتين جوديت وابنتها نتالي رعنان أسوأ شيء أنني لم أستطع النوم في الليل كان ذهني دائما في إسرائيل وكنت على اتصال دائما مع إسرائيل وملتصقا بشاشة التلفاز لأسابيع وعندما تم إطلاق الصراحي ما شعرت بانفراج كبير وشكرت الله وأتمنى أن نرى إطلاق الصراح الرهائن الآخرين القصف الإسرائيلي مستمر على القطع والفصائل الفلسطينية تطلق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية المواجهات المستمرة منذ السابع من الشهر الحالي أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من أربعة ألاف شخص في غزة معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة صحف القطع وفيما تحشد إسرائيل دباباتها وقواتها بالقرب من قطاع غزة استعدادا لغزو بري محتمل تفقد وزير الدفاع حدود القطاع في ساعة متأخرة من ليل الجمعة وتبعا كفى بجاهزية القوات الإسرائيلية للقيام بغزو بري محتمل للقطاع لن نخفر لهم الإبادة الكاملة لمنظمة حماس ولبناها التحتية وكل ما له علاقة بالإرهابيين ومن أرسلهم سيستغرق الأمر أسبوعا وشهرا وشهرين حتى نقضي عليهم بالتوازي حذرت إسرائيل رعاياها من السفر إلى مصر والأردن ونصحت بعدم السفر إلى هذين البلدين والامتناع عن الإقامة فيهما ومغادرتهما فورا وشملت تحذير أيضا السفر إلى المغرب إلا إذا استدعت الضرورة وفي تردد لما يجري في غزة وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرز من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية وأعلن عن اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم جميعهم من أصل سوري